شدد وزير الخارجية التركي مولود شووش أغلو على أن من واجب الدول قضى على كافة التهديدات الارهابية التي تهدد أمنها وقال شووش أغلو واجبنا إزالة التهديدات الارهابية في الداخل والخارج وفي سوريا أيضا وعينما وجدت وذكر أن وزارة الخارجية استدعت أمس الاثنين إلى مقرها في أنقرة سفيري ألمانيا وفرنسا بسبب الفعاليات التي ينظمها التنظيم بيكاكال الرهابي في هتين الدولتين وأرضف حذرنا السفيرين بشدة وسلمناهما مذكرة احتجاج بخصوص السماح للرهابيين بالتظاهر في هتين الدولتين وأشددنا على ضرورة عدم تكرار ذلك حول انضمام فنلندا والسويد لحلف الأطلسي النيتو وأفاد أن كافة الحلفاء يعملون على دعم تركيا لتوسيع الحلف إلا أن التحفظ التركي للانضمام الدولتين نابع من دعمها لمحاربة الإرهاب وأشار إلى أن بلاده تواصل المحادثات مع الحلف من جهة ومع الأعضاء من جهة ثانية ومع فنلندا والسويد الراغبتين بالانضمام للحلف من جهة ثالثة وقال في هذه المحادثات نعبر بشكل واضح عن الأمور التي نعترض عليها بالأمثلة والصور والفيديو والجميع يقر بصحة مخاوف تركيا الأمنية وأسلمت أنقرة بحسب تشووش أغلو مطالباتها بشكل رسمي فنلندا والسويد في الزيارة التي أجرها وفدين من البلدين إلى تركيا وبحسب وزير الخارجية فإنه ينبغي على فنلندا والسويد تغيير قوانين مكافحة الإرهاب وإلا لن تغير تركيا من موقفها حول انطمام الدولتين للنيتو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر